هم بيقولوا الناس بتاعة القون كتاد بتقول يا جماعة مصر هي الوجهة الاستثمارية الاولى في القارة الافريقية لسنة عشرين اتنين وعشرين طبعاً تنتين وعشرين ما خلصتش فما نقدرش نتكلم عن تنتين وعشرين ماشي ازاي مش بس كده ده بيقولك لا ده كمان مصر هي الوجهة الاستثمارية الموثوقة بشهادة التقارير الدولية ويبدأ التقارير يستعر التدفقات لاستثمارات الاجنبية المباشرة طب ايه الفرق ما بين المباشر وغير المباشر استثمار مباشر يعني انت تستثمر في مشروع واضح ده كده مباشر استثمار غير مباشر اللي احنا بنسميه الهوت ماني لو بتستثمر في السندات وما شابه ودريفتيفز وحاجات زي كده لكن استثمار مباشر فقلوا الله إذا انا جاي على المصنع العلاني جاي على المفاعل الترتاني جاي على الاستثمار في مثلا الأراضي الزراعية جاء إلى أخيره ده اسمه استثمار مباشر طيب هو بيقوله أنه ده أعلى معدل تدفق استثماري مباشر أجنبي حصل من سنة 2014 طيب قد إيه 11.4 من 10 تدشود ما شاء الله مليار دولار لسنة عام 22 فدي تيجي مصر على الترتيب الأول على مستوى القارة طبعا القارة الأفريقية طيب والتانية على مستوى الدول العربية مقابل بلوغ هذه الاستثمارات كان حوالي 5.1 من 10 مليار دولار سنة 21 يعني إحنا في 21 كان حجم الاستثمار المباشر أو التدفق الاستثماري المباشر لمصر كان 5 مليار دولار في 22 11 مليار دولار و 4 من 10 فتبقى مصر هي نمرة 2 في أفريقيا نمرة 3 عربيا بسنة 21 احتلت مصر المركز الأول أفريقيا بقى في 22 والتانية عربيا في 22 تعالى نشوف مع بعض المزيد من يا دي صفحة 2 يا جماعة ما تجيبوني صفحة 1 هتشوف مرضو نضحكوا عليها نضيعوا عليها صفحة لا الحاجات يسلقى لازم أيوة نوسع بقى الكدر بتاع عشان في حاجات كده هتلاقيها بتاع 2014 بص يا سيدي صفحة 1 بتقول ايه؟ بتقول الأون كتاد هم اللي بيقولوا مصر الوجهة الاستثمارية الاولى في القرى الافريقية لسنة 2022 تعالى نشوف تطور التدفق الاستثماري المباشر لمصر كان عامل ازاي؟ احنا كنا ساعة 2014 احنا بنتكلم في 4 و 6 من 10 مليار وكان مركزنا رقم 3 بعد كده في 2015 بقينا 6 و 9 من 10 ما حضرتك عارف بقى ودخول الكورونا وما إلى ذلك 5 و 9 من 10 مستمرة معنا في 21 جينا بقى سبحان الله العظيم تحصل الحرب بالروسية الاوكرانية في فبراير 24 فبراير 22 الا انه التدفق الاستثماري لمصر يصل الى اعلى مستوى لي من سنة 2014 حتى هذه اللحظة او حتى نهاية 22 11 و 4 من 10 فتبقى نمرة 2 على المستوى العربي ونمرة 1 على المستوى الافريقي طبعا انت هتسأل ليه يعني ازاي يبقى في حرب وقالك لأ ولما بيبقى في حرب فرؤوس الاموال اللي بتبقى متأثرة بشكل مباشر من الحرب بتخرج من هذا المحيط الاقليمي وتدور على مكان اكثر امنا اكثر استقرارا سياسيا اكثر استقرارا امنيا وعسكريا اكثر استقرارا استثماريا علشان خاطر ايه علشان خاطر اقدر حطي فيه فلوسي حتى انت هتلاقي انه مع الحرب بدء التدفقات استثمارية بعد كده مثلا توجهت لامريكا فيه تدفقات استثمارية تانية جت لينا زينا كده احنا مثلا جنوب افريقيا بعض من دول الخليج وما الى ذلك ترجمة نانسي قنقر